السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة أولاد نشرح مع بعض درس طريق السلام من منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد الوحدة الأولى شخصيات رائدة الدرس الأول طريق السلام قرآن كريم يتناول هذا النص القرآني دعوة الإسلام إلى السلام فهو طريق النجاة من كل مقروه لذلك أمرنا الله عز وجل بالدخول فيه وعدم اتباع طريق الشيطان لأنه عدو للإنسان وفي النص تحزير من الانحراف عن طريق الاستقامة وفي النص تحزير من الانحراف عن طريق الاستقامة حتى لا نكون عرضة لعقاب الله تعالى نقرأ مع بعض أولاد الآيتين وهم الآيتين رقم 208 و 209 من سورة البقرة طريق السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ذللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم الكلمة ومعناها السلم السلم هنا أولاد المراد منها طريق السلام كافة معناها جميعا كافة معناها يا أولاد جميعا لا تتبعوا لا تسيروا وراءه لا تتبعوا لا تسيروا وراءه والمراد هنا أولاد لا تطيعهم خطوات الشيطان طرقه وآصاره مبين ظاهر مبين يعني أولاد مبين مبين ظاهر مبين يعني أولاد ظاهر ظللتم ظللتم عن الحق ظللتم يعني أولاد ظللتم عن الحق ظللتم معناها ظللتم عن الحق البينات البراهين الأدلة البينات معناها البراهين أو الأدلة عزيز قوي لا يغلب عزيز معناها قوي لا يغلب حكيم أحكم كل شيء إيبا حكيم أحكم كل شيء إيبا حكيم معناها يا أولاد أحكم كل شيء أو أطقنه إيبا أحكم كل شيء أو أطقنه ده معنى كلمة حكيم بعد كده أولاد المفرد وجمعهم الشيطان جمعها الشياطين عدو جمعها أعداء عزيز جمعها أعزة أو أعزاء حكيم جمعها حكماء بعد كده أولاد نأخذ الجمع ومفردهم هنا أولاد الذين مفردها الذي خطوات مفردها خطوة خطوات مفردها يا أولاد خطوة البينات مفردها البينة يعني يجي بعد كده أولاد الكلمة ومضادها هنا أولاد آمنوا آمنوا مضادها كفروا آمنوا مضادها يا أولاد كفروا بعد كده أولاد أدخلوا أدخلوا مضادها أخرجوا أدخلوا مضادها يا أولاد أخرجوا السلم مضادها الحرب السلم مضادها يا أولاد الحرب كافة مضادها أفرادا كافة مضادها يا أولاد أفرادا تتبعوا مضادها تخالفوا عدو مضادها صديق أو صاحب مبين خفي زللتم اهتديتم إبا زللتم مضادها اهتديتم بعد مضادها قبل البينات الخفايات إبا البينات مضادها يا أولاد الخفايات اعلموا اجهلوا تفسير الآيات يؤكد القرآن الكريم القيمة السامية التي تضمن للمجتمع الأمن والاستقرار والسلام إبا القرآن الكريم يا أولاد بيؤكد القيم السامية التي تضمن يا أولاد المجتمع الأمن والاستقرار والسلام فالسلام لن يتحقق على الأرض إلا باتباع يا أولاد منهج الله سبحانه وتعالى عليه بعد كده الآية رقم 208 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين في الآية دعوة عامة لكل إنسان كي يدخل في طريق السلام الذي يحقق له الأمن والاستقرار وفيه يا أولاد نهي عن اتباع طريق الشيطان فهو طريق الفساد والخصام الذي يؤدي إلى يا أولاد الخوف والقلق والعداء بين أفراد المجتمع فيجي لك سؤال في الامتحان يقول لك إلى ما يدعو الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية فتقول يا أولاد في الآية الكريمة دعوة عامة لكل إنسان كي يدخل في طريق السلام الذي يحقق له يا أولاد يحقق له الأمن والاستقرار طيب نيجي هنا يا أولاد الآية رقم 209 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هنا يا أولاد في الآية تحذير لكل إنسان من الانحراف عن طريق الاستقامة الانحراف عن يا أولاد عن طريق الاستقامة لأن ذلك سيعرضه لعقاب الله القوي والقادر الذي يصرف شؤون خلقه بقوة وحكمة طيب في سؤال في الامتحان يقول لك مما يحذرنا الله في الآية الكريمة يقول لك يا أولاد من الانحراف عن طريق الاستقامة لأن يا أولاد الانحراف عن طريق الاستقامة سيعرضه يعرض الإنسان لعقاب الله القوي والقادر الذي يصرف شؤون خلقه بقوة وحكمة يقول لك مما يحذرنا الله في الآية الكريمة أولاد يحذرنا من الانحراف عن طريق الاستقامة من مواطن الجمال الآية 208 هنا أولاد بيقول لك يا أيها الذين آمنوا أسلوب نداء للمؤمنين وأسلوب النداء هذا أولاد فيه تعظيم وتكريم لهم يبقى يا أيها الذين آمنوا أسلوب نداء لمين؟ للمؤمنين فيه تعظيم وتكريم لهم ادخلوا في السلم كافة هنا يا أولاد أسلوب أمر للحس على الدخول في السلم للحس على الدخول في السلم والابتعاد عن العدوان يبقى ادخلوا في السلم كافة أسلوب أمر للحس على الدخول في السلم والابتعاد عن العدوان طب كافة يا أولاد أفادت التأكيد على ضرورة الدخول جميعا في السلم أفادت أولاد كافتان التأكيد على ضرورة الدخول جميعا في السلم لا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان هنا أولاد أسلوب نهي للتحزير من السير في طريق الشيطان أسلوب نهي للتحزير من السير في طريق الشيطان يؤدي لأولاد إلى هلاك الإنسان هنا أولاد إنه لكم عدو مبين هنا أولاد تعبير جميل يؤكد أولاد عدوة الشيطان للإنسان ووسلت التوكيد إن تعبير جميل يؤكد عدوة الشيطان للإنسان ووصلت التوكيد هنا إن كلمة مبين أفادت يا أولاد أفادت إن عدوة الشيطان ظاهرة لا تحتاج إلى دليل أفادت إن عدوة الشيطان ظاهرة لا تحتاج إلى دليل الآية 209 أولاد هنا وأعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم فاعلموا أن الله عزيز حكيم هنا أولاد أسلوب أمر للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة أسلوب أمر للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة هناك سؤال يأتي في الامتحان يا أولاد يقول لك لماذا كان التعبير القرآني أجمل قول الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان أجمل من قولنا لا تتبعوا الشيطان لأن فيه تحزير ليس من الشيطان فقط بل من خطواته وطرقه التي تؤدي إلى الهلاك يبقى يقول لك لماذا كان التعبير القرآن أجمل قول الله تعالى لا تتبع خطوات الشيطان أجمل من قولنا لا تتبع الشيطان لأن فيها تحزير ليس من الشيطان فقط بل من خطواته وطرقه التي تؤدي إلى الهلاك خطواتهم وطرقهم التي تؤدي إلى الهلاك أنا أخذ بعد كده أولاد الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان عن الدرس هنا أولاد سؤال رقم واحد ما اسم الصورة التي منها هذا النص الكريم صورة البقرة هنا أولاد يقول لك رقم اثنين من المنادون في الآية الأولى ولما خصهم الله تعالى بالنداء ابقى المنادون هم المؤمنون وخصهم الله تعالى بالنداء تعظيما وتكريما لهم تعظيما وتكريما لهم بعد كده في رقم ثلاثة بما أمر الله تعالى المؤمنين في الآية الكريمة الأولى وعما نهاهم أمرهم الله تعالى بالدخول في طريق السلام ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان رقم أربعة لماذا حص الله تعالى على السلام ولما حذرنا من اتباع خطوات الشيطان حص الله تعالى على السلام حتى ينعم حتى ينعم الناس بالأمن والاستقرار حتى ينعم الناس بالأمن والاستقرار وحذرنا منه يا أولاد وحذرنا من الشيطان لأنه عدو مفسد للإنسان يريد هلاكه في الدنيا والآخرة رقم خمسة أولاد أقول لك ما خطوات الشيطان خطواته يا أولاد هي طرقه وحيى له ووسائله لإفساد الناس طرقه وحيى له ووسائله لإفساد الناس طب رقم ستة كيف يبتعد الناس عن خطوات الشيطان كيف يبتعد الإنسان عن خطوات الشيطان رقم ستة يقول لك كيف يبتعد الإنسان عن خطوات الشيطان يستطيع الإنسان أن يبتعد عن خطوات الشيطان من خلال وسائل عديدة منها يا أولاد معرفة مداخل الشيطان ومخارجهم العمل على زيادة الإيمان وصدق التوكل على الله العمل على زيادة الإيمان وصدق التوكل على الله المداومة على ذكر الله عز وجل المداومة على ذكر الله عز وجل والاستعاذ بالله تعالى منه والاستعاذ بالله وتعالى منه رقم سبعة ما نتيجة اتباع خطوات الشيطان أول حاجة أولاد الأمر بالسوء والمنكر وإشاعة الفاحشة والكذب على الله تعالى إذا نتيجة اتباع خطوات الشيطان الأمر بالسوء والمنكر وإشاعة الفاحشة والكذب على الله تعالى طب في الصور الرقم 8 يقول لك ما جزاء الإنسان الذي يتبع خطوات الشيطان أول حاجة أولاد الخسران في الدنيا والآخرة مما يحذرنا الله تعالى في الآية الكريمة الثانية ولماذا يحذرنا الله تعالى من الضلال عن الحق وعصيان أوامره يحذرنا ربنا من أولاد من الضلال عن الحق وعصيان أوامره بعد مجيئها ومعرفتها أولاد بعدها مجيئها ومعرفتها لأن ذلك سيعرضنا للعقاب الشديد طب رقم عشر وكلماذا انتهت الآية بقوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة للتحذير من أولاد من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة وللتنبيه على أن الله قوي قادر على معاقبة من يخالف أوامره وهو حكيم في ذلك لبا للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة وللتنبيه على أن الله قوي قادر على معاقبة من يخالف أوامره وهو حكيم في ذلك طيب آخر السؤال يقول لك ماذا نتعلم من هذا النص أول حاجة أولاد وجوب الدخول في طريق السلام الذي يحققه الذي يحقق الأمن والاستقرار اتباع منهج الله تعالى وجوب اجتناب الشيطان وطرقه المفسدة وجوب أولاد اجتناب الشيطان وطرقه المفسدة علامات اعراب المفعول به ايه هو المفعول به أولاد نعرف مع بعض المفعول به المفعول به هو اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل يبقى المفعول به اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل يبقى المنصوب المفعول به اسم يدل عليها على من وقع عليه فعل الفعل وعلامة نصبه ايه اولاد علامة نصب المفعول به الفتحة ميته يبقى علامة نصبه الفتحة لما يكون مفرد او يكون جمع تكسير يبقى اذا كان المفعول به مفرد واذا كان جمع تكسير يبقى علامة نصبه الفتحة الياء الياء إمتى يا أولاد إذا كان مسنى وإذا كان أيها جامعة مذكر سالم إذا كان جامعة مذكر سالم أو مسنى ينصب المفعول المدرسة ندوة ثقافية هنا أولاد ندوة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد المثال الثاني أولاد قدم الأديب نصائح مفيدة نصائح مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير بعد ذلك يقول لك كافأة المدرسة تلميزين متفوقين تلميزين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مسنى وعلامة نصبه الياء لأنه مسنى بعد ذلك في المثال الثاني أولاد تقول لك تقدر مصر المخلصين من أبنائها هنا أولاد المخلصين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم نجيب بعد ذلك المثال البعض يقول لك يمارس التلاميذ الرياضات المفيدة الرياضات هنا يا أولاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه يا أولاد الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم هنا أقول لك يا أولاد اعرف كل مفعول به فيما يلي هنا أولاد أقول لك يا بنينا المستشفيات وعالينا المحتاجين وكرمنا الأطباء هنا أولاد المستشفيات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم المحتاجين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم الأطباء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير لأنه يا أولاد جمع تكسير القاعدة القاعدة اللي بتاعتنا بيقول يا أولاد المفعول به اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل المفعول به يا أولاد بيكون منصوب دائما وعلامة نصبه يبقى هنا علامات نصبه المفعول به الفتحة إذا كان يا أولاد مفرد أو جمع تكسير الياء إذا كان مسنة أو جمع مذكر سالم والكسرة إذا كان جمع مؤنس سالم الكسرة إذا كان يا أولاد جمع مؤنس سالم أنا أخذه حاجة مهمة يا أولاد يقول لك كيف يأتي السؤال في الامتحان الامتحان إزاي بيسألنا على علامات إعراب المفعول به أول حاجة يا أولاد أولا بيقول لك نعملين أولا حد يجي لك في الامتحان يقول لك حدد المفعول به وبين علامات إعرابه فيما يأتي يبقى أول سؤال يجي في الامتحان يبقى حدد المفعول به وبين علامات إعرابه فيما يأتي ويجيب لك أمثلة زي كده ألف زرع الفلاح الأرض قرأ أحمد القصص قرم المدير المتفوقين يحب الله المتقين تقدر الدولة تقدر الدولة الأمهات هنا أولاد بيقول لك إرشادات للإجابة عن السؤال لو جاءنا أسألة زي كده في الامتحان أن نعمل إي أولاد فيها أول حاجة نحدد الإسم الذي وقع عليه الفعل نحدد مين أولاد الإسم الذي وقع عليه الفعل يعني نحدد المفعول به هنا مثل زرع الفلاح والأرض كلمة الأرض يا أولاد هنا مفعول به فقد وقع عليها فعل مين فعل الفلاح إبقى الأرض مفعول به فقد وقع عليها فعل الفلاح نابل تحديد علامة نصبه المفعول به اعلم أن يا ولاد كل مفعول به ينصب وعلامة نصبه الفتحة مثل كلمة يا ولاد الأرض والقصص في المثال ألف وبه في المثال يا ولاد ألف وبه إلا إذا كان يا ولاد مسنة أو جمع مذكر سالم فينصب يا ولاد فينصب وعلامة نصبه الياء مثل كلمتين المتفوقين والمتقين هنا أولاد جمع مؤنس سالم فينصب علامة نصبه الكسرة جمع مؤنس سالم أولاد ينصب علامة نصبه الكسرة زي كلمة الأمهات في المثال هي يبقى يأولاد بيقول لك أن كل تحديد علامات نصبه مفعول به كل مفعول به ينصب وعلامة نصبه الفتحة إذا كان مفرض وإذا كان جمع تكسير هنا أولاد لو كان مسنى أو جمع مذكر ينصب باليا ولو كان جمع مؤنس ينصب الكسرة هنا أولاد ثانيا يقول لك في الامتحان أكمل بمفعول به مما بين القوسين يجيب لك مثال زي كده أولاد يقول لك كافأ المعلم التلاميذ التلاميذة ولا التلاميذي ويقول لك اختار أو يجيلك في بيه يا أولاد يقول لك كرمت الدولة المتفوقات ولا المتفوقات ولا المتفوقات رقم جيمة يا أولاد يقول لك يحترم الناس المخلصان ولا المخلصون ولا المخلصين المخلصين نختار على أساسي يا أولاد نجي نشوف إرشادات الحل بتقول لنا أول حاجة يا أولاد نحدد الكلمة التي بها علامة النصب نحدد الكلمة اللي بها إحدى علامات النصب مثلا الفتحة للمفرد نشوفه المفرد اللي عليه فتحة أو جمع التكسير ندوره على الكلمة اللي فيها فتحة والكسرة لجمع المؤنس السالم ولياء في المسنة وفي جمع المذكر السالم مني يا أولاد مني اختيارات من بين القوسين يعني لو جابنا زي كده يا أولاد وأكمل مفعول به مما بين القوسين نحدد الكلمة اللي بها إحدى علامات النصب الفتحة لو كان مفرد أو جمع تكسير والكسرة إذا كان جمع المؤنس السالم ولياء إذا كان مسنة أو جمع مذكر السالم بعد كده أولاد فهمنا في المثال بتاعنا بتكون الإجابة أول مثال عندنا نختار التلاميذة إنه جمع تكسير وعليه فتحة هنا نختار المتفوقات جمع المؤنس السالم نختار الكلمة اللي تحتيها آخرها كسرة رقم جم نختار المخلصين ليه عشان علامة نصبه الياء عشان جمع مذكر سالم عنيجي بعد كده يا أولاد بيقول لك ملحوظة مهمة يقول لك قد يأتي المفعول به ضميرا متصر بالفعل ضمير يا أولاد متصر بالفعل مثل إيه يا المتكلم يا إيه المتكلم فيه الدبني المعلم الدبني المعلم هنا الياء المتكلم في محل إعراب مفعول به الدبني الياء مفعول به أو ناء المتكلمين ناء المتكلمين في خلقنا الله وكرمنا فهنا الناء يا أولاد دي مفعول به الناء مفعول به إيبا رقم ثلاثة يا أولاد كاف الخطاب كافية كاف الخطاب زي في جملة يا أولاد كرمتك المدرسة كرمتك المدرسة هنا الكاف دي يا أولاد اسمها كاف المخاطبة أو كاف الخطاب تعرب مفعول به رقم أربعة هاء الغيبة هاء يا أولاد الغيبة في مثال يقول لك القصة قرأناها يبقى هنا الهاء يا أولاد هاء الغيبة والدرس فهمناه يبقى الهاء هنا اسمها هاء الغيبة والدرس يا أولاد فهمناه يبقى الهاء هنا هاء الغيبة وتعرب مفعول به وبكده وصلنا معكم أولاد لها الدرس للنهاردة أرجوكم استفدتم معنا وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الخامس لابتداء الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته